الخبر ده جماعة معلش لازم تسمعوني الاخر لان احكي لكم في قصة او قضية وفاق ميكي اللي فيه كتير يعرفوها وفيما يعرفوهاش وفيه خلال اليوم امبارح واول طلع انها بريئة من القضية ديت وبعد كده ظهر امبارح شاهد قال انها مش بريئة فنعرف كل اللي حصل نشط الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي منشور جديد تكذب في الفنانة وفاق ميكي في قضية تعذيب الخادمتين بعد ان صرحت بانها بريئة وقالت ميار الببلاوي على الفيسبوك اللي هم لك الحمد ربنا ظهرت الحقيقة من شاهد عيان وكده انا كنت بقانب ضميري على الفاجس وقال ايه اللي بتعمليه ده يا وفاق انا قلت ان فيه موقف حصل لكن كده اتحسمته كفاية بقى ملقتيش حد تدوس عليه غيري وتمثلي البراءة او عشان انا مش بتاجر بالموضوع ورفض انهم اني بجري ورا ترند وافضل الفي معاكي على القنوات والمواقع بالشكل المستفز ده وقالت ميار الببلاوي انا قلت شكوكي وموقف حصل الحمد لله انه كان ولا هيقدم ولا يأخر سؤال فين ده دليل براءتك ده انا قلت للناس انه حصل كذا فقط واللي حصل ده ملوش اي اي ما خلص بعد شهادة الشاهد ده وبعد ما قاريت التحقيقات والتقارير قد ايه انا كنت هابلة وفي كل مكان تكذبي وانت عارفة انك مش مظلومة وانا الحمد لله تأكدت انك مزنبة والحكم عيني الحقيقة كده لما جولي مكانوش جايين من عندها وكده المخدمتية كذابة هنفهمكو كل حاجة دلوقتي يا جماعة شاهد العيان ده ريح قلبي خرصي بقى حزبي الله نعم الوكيل فيكي لأ وليكي عين تكذبي وتقولي انك بريئة وقال كمان مش مسامحاني اخص خلال الساعات الماضية جماعة اعيد فتح ملف قضية الفنانة وفاق مكي اعلاميا بعد الحكم عليها في تلك القضية من اكتر من 23 سنة بالسجن لمدة 10 سنين بتهم التعذيب خادمتين كانوا بيشتغلوا عندها وعلى الرغم من مرور كل السنوات دي الا ان عادت فتح القضية اعلاميا جاء بسبب شهادة من الفنانة مياري الببلاوي اخفتها من 23 سنة بسبب تعرضها للتهديد يعني الفنانة مياري الببلاوي من يومين طلعت قالت انها كان عندها دليل براءة وفاق مكي وعنها عرف دلوقتي من 23 سنة وما قدرتش تقوله عشان كانت متهددة القصة بقى بدأت خلال الساعات الماضية لما زارت الفنانة وفاق مكي في احد البرامج التلفزيونية وقالت ان زملتها الفنانة هند عاكف يعني اتصلت في البرنامج الفنانة هند عاكف كنا انا عارفينها برضو قالت ان مياري الببلاوي برضو احنا عارفينها تحدثت معاها بخصوص انها اخفت شهادة براءة الفنانة وفاق مكي من 23 سنة وانها ترغب في الظهور وإدلاء بهذه الشهادة عشان تخلص ضمرها بالعودة لقضية الفنانة وفاق مكي فانها كانت التهمت بتعذيب خادمتين حرقتهم يعني تبر خادمتين تفلتين صغيرين يعني حرقتهم وحق وصل شعرهم يعني خالص ديرهم وتم الحكم عليها عشر سنين اللي كانت بتشغل رأي العام وقتها من 23 سنة وفاق مكي بعد كده تعرضت لهجوم كبير والغاية دلوقتي يعني ما بتشتغل شي وهي على قلها يعني على كلامها انها مش لا يتأكل ابنها وممر الساعات حتى قرجت الفنانة مياري الببلاوي في احد برامج التلفزيونية لتكشف الحقيقة كاملة وتوضح تفاصيل شهادتها اللي احتفظت بها 23 سنة وقالت انها بعد ما ولدت ابنها ده ما يرى الببلاوي يا جماعة يعني اللي عندها دليل برائط وفاق مكي كانت بتعتقد ذلك يعني قاتل لما ولدت ابنها الوحيد محمد كانت كانت عايزة بنات عشان يساعدوها في البيت فاستعانت بأحدة السيادات اللي هي المخدمتية يعني فجابت لها بنات الصغيرين في السن من إحدى القرى عشان يشتغلوا عندها واكتشفت بعد كده ان فيه واحدة منهم يعني شعرها أقرح خالص فهي خافت وقاتل المخدمتية اي ده فالمخدمتية قاتلها ده مرض جلدي او القرى الانجليزي وان البنت دي كانت تشتغل عند وفاق مكي تمام كده ما قاتلاش انا حرقتهم والحاجات ده مرض جلدي وشرحت ما يرى البلاوي انها رفضت تعيين الخدمتين خوف من نقل اي مرض جلدي لابنها وبعد كده فوجئت من الفنانة وفاق مكي متهمة بتعذيب البنتين دول لما حاولت تروح عشان تقول شهادتها وان البنات جلها وكانوا ده قراء انجليزي زي ما المخدمتية قالت ففوجئت ان فيه جواب جالها بتهديد انه لو رحتي وشهادتي مع وفاق مكي هنقتل ابنك فجزها طبعا اخدها وسافر لمدة سبع شهور لما القضية اتحكم فيها وخالص خلصت رجعت لما القضية خلصت لكن بعد 23 سنة او من 19 سنة بالزبط قالت انها قابلت المخدمتية دي وبالصدفة وقالت لها ان ابو البنتين دول بيحطونهم برشام عشان يناموا وبعد كده يحرقهم لان فيه رجل اعمال كبير دفع له فلوس عشان ينتقم من وفاق مكي لكن طلع بعد كده امبارح شاهد عيان اللي هو الشاهد في القضية نفسه وهو ممثل بس رفض ان هو يقول اسمه او يطلع بوشه طلع بصوته بس في احدى البرامج الشهيرة وقال ان الكلام ده كله كذب وان الفنانة وفاق عامر هي العزبة البنتين وشافهم بعينه في بيتها وهي اللي بنات كانت متعزبة تعزبة فضيعة جدا وكان شكلهم مشوع وقالت له ان هما كان صار مني فلوس فهي استعانت بحده ودربتهم والفنان ده فعلا هو بيقول شاهدته مبارح تاني بكى من كتر لما افتكر شكل البنتين اشتركوا في القناة